فيه بس فترة مهمة جدا مش عايزين ننسيها فاطت منتخب مصر مع كابتن شاوي غريب لا ده ده دي كانت بالنسبة لي أنا كنت في الوقت ده في اتحاد الشرطة اه احكيلي بقى حكيلي اول مرة استدعيت لي منتخب مصر اه وبس أنا كان بالنسبة لي كان مش هقول بقى حلمي كانت احلى حاجة بالنسبة لي حصلت لي في الوقت اللي أنا كنت اول تجمع عليها في منتخب مصر فكان معي مجموعة لعيبة كلهم معظمهم جداد فده كان مجمد قلب شوية فانا كابتن شاوي اتكلم معي عن انت لعيب كويس وهيبقى لك دور الفترة الجاية من اول ماتش من اللي كابتن شاوي وانا كنت بالعب حتى انا جيت جول في شيلي كلاوديو برافو ده كان حاجة منتشستر سيتي وقتها اه من بعد لا كان برشلونة كان وقتها برشلونة كان وقتها برشلونة كان برشلونة فبعد الجول ده اداني بقى ثقة اداني ثقة كبيرة جدا ودافع بطريقة غير طبيعية خلاني بقى رجعت كنت في الوقت ده فتحاد الشرطة كل ماتش جول جنين مع كابتن شاوي برضو كان بيكلمنا على طول حتى انا في موضوع الاهلي والزمالك كلمتهم كله كلمت لكابتن شاوي وكلمت لعيبة من الاهلي ولعيبة من الزمالك ان انا تحطيت كذا موقف ان انا مضيت في الفرقتين ايوة دي نقطة مهمة جدا بتغيالك فيها برضو انه كتير اه وقتها انه اتقال ان انت مضيت للاهلي والزمالك هل الكلام ده حصل فعلا؟ انا مضيت في الاهلي اه مضيت مضيت الاهلي مكانش فيه زمالك اصلا الموضوع معي مكانش فيه زمالك اما مضيت في الاهلي وكان مع كابتن كابتن علاعب صادق مضيت معي وخلاص واتفقنا بس مكانش فيه زمالك ولا كان فيه اي حاجة فبعدها اخدت قرار ان انا مش هروح الاهلي ان انا هروح ام بي لا استلم عليش لا لا صحيحة بس مضيت للاهلي اه بقى كده قلت لا مش روح الاهلي عايز روح ام بي اه لا اه ان كان في الوقت ده كان موجود كابتن عماد متعب اه ما دي النقط اللي انا بقولك عليها ان عماد متعب وعمر جمال وكان موجود فيه مش عارب حد افريكي فيروت ممكن ايه كان فلافيا وقتها ولا كان مش فلافيا اللي هو دومينيك دزيف دومينيك دزيف نادي الزمالك ونادي امبي الزمالك مكنش موجود في الموضوع نادي امبي مكنش موجود انا هروح العب انا كنت بدور على حتة اللعب ولا ماروحتش لاهلي عشان انت زمالكاوي انا في الاول مكنتش حاسبه كده انا كنت عايز الكابتن شاهو اقل لكلمة قل طول ما انت بتلعب انت موجود معايا بغاد النازع عن الفريق فانا حسيت اللي انا وروحت لاهلي ان انا الموضوع يعني كان عمر بن النادي فكانت الجمهير معاه وهو بيلعب ومشي كويس كم معاه في المنتهب وكابتنا عماد متعب موجود فالأمور حستها انها كانت بالنسبة لها تبقى صعبة شوية قلتها اروح امبي ماضيت في امبي ماشي بعدها بكام يوم لعبنا الزمالك لا تب معلش انا اسف لما ماضيت في الاهلي وتراجعت قلت للاهلي ايه انا ما قلتش انا توقفت اصلا اه 8 شهور ايو صح انا وكنت انا ومارف يوسف صح صح يعني الموضوع انا ماضيت هنا واخدت العقوبة وكان خصم مليون جنيه في الوقت ده لا بس انا انا قصده انت قلت يعني لا يكيد كنت بتحاول تحلها ودي الاول صح هم كان في اتفاق اه بس اما دخل الزمالك ما بقاش في اتفاق عشان لو تفتكر كان المؤمن زكريا راح من الزمالك الاهلي فدخلوا دف دي اه لا معروفه خالد ماضين معنا ف Мыت schnell مؤمن يجينا والموضوع يخلص اه كان واقفيا لبعض فجت بقى على علانة ومؤمن اتوقفت انا ومؤمن زكريا ومعروف يوسف انا التلاتة خدنا 8 شهور وانا في الزمالك يعني فيه فترة من العبتهاش كتير وانا في السنة دي كنت جاب 8 جو mayo طي لما بترجع بالزمن اللي وارها و backups الاهلي بعض كده حصل اللي حصل والإيقافات ومبي وهنيجي لكستfat μبي وبعض كده الزمالك مندمت ان انت لا انا ما ندمتش ما ندمتش لا خالص ليه بقى بناءا علنا انا روحت النادي الزمالك كان مجال الزمالك وكاتل اللي استغناء طلعت من اتحاد الشرطة من الامن العام لنادي الزمالك كان الكابتن احمد سليمان بصراحة يعني من اول من اول ما كلمنا هو وسيادة المستشار المرتضى معانا بقى عالتليفوننا 24 ساعة كان الوقت ده الاهلي ما بقاش يتكلم اما انا قلت انا هروح امبيا اول زمالك فالاهلي بقاش يكلمني احنا كنا بنلعب دوري يعني كان الدوري كان شغال فالموضوع ما خدش تلات ايام كلمونا في الامن العام يعني انت الوقت روحت امبي انا روحت موديد بس موديد في امبي بس امبي ما طلعش حاجة اه وبعد كده راح الزمالك كلمك عن طريق كابتن احمد سليم كلمني اه وقابلته وقلت له انا ماضي في النادي الاهلي اه تمام احنا اهم حاجة الرغبة بتاعتك اه في الامن العام كلمونا فخلصت موضوع كان ادخل فوزير الدخلية فخلصت ساعتها اه فانت روحت الزمالك بالزبط وهو كان حصل موضوع وكان فيه الكصة بتاعت سبب موضوع الزمالك وقال لي ان كان حصل موضوع لجماهير الاهلي عملت حركة حركة كده في موتش مش كويسة على العساكر ف دي كصص بقى خلينا ايه بالزبط اه فدخلوا دي في دي اه بس هو كان الرغبة بتاعتنا اهم حاجة بس انت في كل الاحوال ما اندمتش على فكة انك تلاجعت على النادي الاهلي وفرحت انها جاتلك نادي الزمالك بالزبط وفي اخر السنة فرحت اكتر اه ان انا البطولات اللي انا رحت خدت البطولات كلها ومشت الدنيا مشت الدنيا يعني انت انا بس اللي انا عايز اوصله في ايه انت لما اصلاح مثلا ببعد استرجع انا كنت حاسبها ايه ان انا عايز العب مش فارق معي بقى اهلي اسم النادي والله ما كان فارق معي انا عايز العب اه لو كان فارق معايا ما كنت شروح لما روحت النادي الزمالك ما كنت شنت المراجم الوحيد الي ضموا النادي الزمالك كان ضم مين ساعتها باسم مرسي باسم واحمد علي اه وعبداللهcur اه بس انت كنت اول واحد انا رايح اه انا تمتتت فا افراكا اول ما روحت احمده فا افراكا فأنا تصورتوا أنه مساحة فاضية فأنا هشتغل هلع بلا؟ لا وكمان قبلها جالي تليفون من الكابتن ميدو أه أحمد حسين ميدو أه قال له أنا محتاجك معي للماتش الجاي قلت له أنا موجود للماتش الجاي إن شاء الله ولعبت الماتش وكنت مكسرة دينا وجيبت جون وحكم ما حسبوش ماتش مزمبي وقدته كلمة والموضوع أتقايدت في أفريقيا أنا ودهودار إحنا الاتنين بس في أول السنة كنت حاسس إن أنا مش عايز أقول لك رقم واحد في العالم عند دينادي الزمالك أه الدنيا طليل حسيت بقى دي اللغبطة اللي حصلت بقى في إن خالد ما مش هو الخالد أنا أعصب بدل ما كنت هتنافس أربع خمس مهاجمين نضموا جديد للزمالك كنت هتنافس واحد أو اتنين في الأهلي ما كانتش محسوبة كده أعمد عشان كنت فيها كده دنيا وفي حاجة كانت مطمنانة أكتر غير إن أنا زمالكاوي إن كنا في الوقت ده في المنتخب الثمنتاشر لعيب كلهم كانوا في المنتخب قاعدين مع بعض بقى أنت إيه الدنيا إيه 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 أنا ماضي في الأهلي بس أنا عايز أنا هروح الزمالك مش عايز فلاقيت كله عارف إنت ما تبقى رايح مع مجموعة جديدة في نادي كبير فدي كانت يعني كانت فرقة معي إن أنا برضو يعني النادي اللي أنا بشجعه واللعيبة دي كلها رايحة النادي ده غير إن أنا كمان حسبتها زي ما قولت لك إن في موجود هناك كابتن عماد متعب كان طبعاً اسم كبير طبعاً أنا بالنسبة لي هو مسألة الأعلى المتعب أه وكان موجود عمر جمال وكان موجود دومينيك فأنا حسيت حتة اللعبة تبقى صعبة أنا كنت باصص للمنتخب مش باصص للنادي اللي هلعب له أي نادي مش فارق معك أنا عايز أروح المنتخب اللي ما كنتش ماضيت في أمبي أنا دورت برضو قلت خلاص هروح أمبي فأروح تماضيت في أمبي فجال الزمالك بعدها بقى بثلاثة أيام لو تفتكر المتش اللي هو الجون اللي أنا جبته في كابتن عبواحد السيد اللي هو كان من علقاتي ده اليوم ده أنا كنت مخلص يعني ليلة المتش كنت مخلص كل حاجة في الزمالك قبل المتش بيوم يعني وإحنا في المعسكر حسيني